اشارت صحيفة الگارديان البريطانية الى ان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد ادرج في مسودة القائمة السوداء السنوية للامم المتحدة المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة بحق الاطفال في الصراعات وتلفت الصحيفة الى ان ادراج التحالف في قائمة الامم المتحدة يعني ان جميع اطراف نزاع في اليمن ستذكر بالاسم لارتكابها تجاوزات وتشمل تجنيد الاطفال وقصف المدارس والمستشفيات وقتل الاطفال وتشويههم ولفت التقرير الى ان المسودة تحمل التحالف الذي تقوده السعودية تحمله مسئولية التسبب في 51% من اصابات الاطفال في اليمن في الاطار ذاته اشهرت مجلة الفورين بوليسي الى ان مسودة الامم المتحدة التي تحمل السعودية مسئولية مقتل العديد من الاطفال اليمنيين تعد مؤشرا على مضاعفة الجهود الدبلوماسية الدولية فيما يتعلق بحرب اليمن وكان المسؤولون السعوديون قد هددوا العام الماضي بقطع العلاقات مع الامم المتحدة وخفض تمويل برامج الاغاثة الانسانية ومكافحة الارهاب اذا ادرجت في القائمة السوداء تحت عنوان عندما ينقلب السحر على الساحر قالت صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها ان ادراج الامم المتحدة للتحالف العربي ضمن القائمة السوداء المتعلقة بجرائم حرب ضد الاطفال في مناطق النزاعات هو اتهام سبق توجيهه وايضا العام الماضي للتحالف غير ان السعودية وظفت اموالها للضغط وحث في اسم التحالف من القائمة السوداء بعد تهديدها بوقف تمويل المشاريع الاغاثية الاممية لكن هذا العام لم تفلت السعودية وحلفاؤها من جرائمهم المشينة وجاء التقرير الاممي فاضحا للارهاب الحقيقي وللذين يمارسونه بقصوى وجاهلية وفي الوقت نفسه يرمون الاخرين به لمجرد اختلافهم معهم في الرؤى مدفوعين ببعض الاحقاد ونيران الغيرة السياسية كما تقول الشرق مدفوعين ببعض الاحقاد